قضى بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان لعام 2007 لمخالفته مواد دستورية ما يعني الزام الأخيرة بتمكين وزارة النفط من إدارة حقول الإقليم وإخضاع عقود بيع النفط إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادية أي مراجعة كافة العقود المبرمة والأموال المستحصلة الاستخراج التصدير طرق الإنفاق لعشر سنوات مضت من تاريخ رفع الدعوة عام 2012 وهو ما ينظر بمشاكل اقتصادية كبيرة للإقليم فالنفط محور خلاف بين الحكومتين لمدة طويلة قرار له من التداعيات ما قد ينهي أو يقطع أو يعلق الودة بين حكومتي بغداد وأربيل رد الإقليم لم يتأخر فانتفض زعيم الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني واصفا القرار بالسياسية والمتعارض مع الدستور والهادف لمعادات إقليم كردستان معلنا أنه سيدافع عن حقوق الإقليم بكل قوة حكومة الإقليم ردت أيضا ببيان غاضب متحدثة عن عدالة غائبة وقرار غير مقبول ولا يمكن تنفيذه البيان ينظر بتصعيد قادم ورفض لقرار أعلى السلطات في البلاد القرار واجب التنفيذ وعلى حكومة الإقليم أن تفتح أبواب مصافيها وخزائنها للقادمين من بغداد في كشف حساب قد طال بتعبير نواب أزمة قد ترحل إلى حكومة جديدة لم تتشكل بعد وقد يقدر لها أن تولد ومعها أزمة كهذه يصعب الخوض في تفاصيلها فهي قديمة متجذرة بعمق سياسي كبير وتظهر مع كل موازنة اتحادية باتفاق تسليم النفط مقابل رواتب الإقليم لكن بغداد لا تستلم شيئا نواب ومراقبون رجحوا الاتجاه صوب التوافقات السياسية لمنع الاصطدام فالقرار لا يمكن تغييره لكن التنفيذ قد يتعطل أو لا يطبق برأي البعض أو تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي ليكون دستورا للعلاقة النفطية بين الحكومتين